وفي ختام الجلسة عقد مجلس محافظة صلاح الدين مؤتمرا صحفيا حضره قائم مقام قضاء بيجي ورئيس المجلس المحلي لقضاء الدور وفيما يلي أهم مجافي اليوم عقد مجلس محافظة صلاح الدين الجلسة السابعة لفهذا اليوم التاريخ الثالثة سبعة 2018 ومن خلال الجلسة بنائي على طلب السيد قائم مقام قضاء بيجي والسيد رئيس مجلس المحلي لقضاء الدور طلبوا استضافتهم في مجلس المحافظة لطرح المشاكل الأمنية التي نحانين منها القضائين وهذه المناطق التحديد شرب محافظة صلاح الدين وغرب المحافظة وقضاء بيجي وسمعنا إلى إجاز مفصل من رئيس الوحدة الإدارية لقضاء بيجي وما هي المشاكل الموجودة ونفس الأسباب التي تم ذكرها فيها السابق بناء على ذلك اليوم كمجلس محافظة صلاح الدين نطالب القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس المزراء التكتور حيدر العبادي نطالب هيادة الأمليات المشتركة لإرسال قوات أمنية تعزيزات وقطعات عسكرية لمسك هذه المناطق في شرق النهر في دجنة والممتدة من قضاء الدور إلى قضاء الطوز إلى جبال حمرين إلى جبال مقحول بالإضافة إلى مسك أيضا الملف الأمني غرب المحافظة غرب محافظة صلاح الدين في جزيرة تكريت وسامراء وكذلك إلى قضاء البيجي ابتدادا إلى قضاء الشرقاء بناء على هذه المعطيات والمشاكل التي موجودة على أرض الواقع ومانعان بهم من خلال تشخيص رئيس المجنة الأمنية في مجلس المحافظة الخروقات التي تحدث كلها بسبب قلة القطاعات العسكرية اليوم نحن لا نحمل قائد عمليات صلاح الدين المسؤولية ولا نحمل قائد عمليات سامراء المسؤولية ولكن نحمل المسؤولية إلى الحيادة العامة في بغداد كالعمليات المشتركة وكالقائد العامة في قوات المسلحة لذلك بسبب النقص الحال بالقطاعات العسكرية الموجودة لدى قيادة العمليتين بالإضافة إلى الفوضى الموجودة بعدم قيادة لاتخاذ القرار على مستوى القيادات الأمنية سواء كانت جيش أو شرطة أو حشد شعبي اليوم الحشد الشعبي متواجد ماسك بعض الخطوط الصد في مناطق ما بين الحدود الفاصلة ما بين صلاح الدين والموصل والأنبار من جهة الغرب ومن بحيرة الثلثار وغيرها إضافة من قبل سرايا السلام وقوات الحشد الشعبي بالإضافة إلى شرق النهر اليوم لدينا بعض القطاعات لكن ليس بالمستوى المطلوب هو سبب اليوم هذه القلة القطاعات سواء كان حشد شعبي أو جيش في هذه المناطق هناك هفوات وهناك حركة يوم أمس كان هجوم على قبيلة شمر في منطقة النعمة لو لا تدخل قيادة الشرطة الصلاح الدين وقائد الشرطة وطيران الجيش وكاعدة عملية صلاح الدين وكان خسار الجندي في شرطة الاتحادية استشهد وهناك جريح من أبناء قبيلة الشمر فبالتالي هذه سبب القلة القطاعات لتحدث هذه الفجوات لتحدث هذه حركة الدواعش بصورة مستمرة نحن اليوم كثير بعض الأجهزة الأمنية أعطى الصورة وردية لأنه لا يوجد دواعش لا هناك دواعش متواجدين هناك نزور اليوم لدينا قرية قرية الملالة في بيجي نزحت هناك بعض القرى عليها ضغط من قبل الدواعش نحتاج اليوم إلى تعزيز والإسراح بذلك بتعزيز قطاعات عسكرية إلى قيادتين عمليات صلاح الدين وعمليات سامراء لبسك الأرض وحل هذه المشاركة النزوحة نحن نحن نحكي بصراحة اليوم جميع المدن الرئيسية وجميع مراكز النواحي والأقضية مسيطرة عليها بالكامل مؤمنة من البنية اليوم عندنا حركة النزوحة حيث سيكون فقط في شرق النهاء في شرق محاموذة صلاح الدين وفي غرمها صلاح الدين لكن إن شاء الله اليوم لدينا قبيلة الشمر والعشائر المتواجدة في منطقة النعمل صامدة مصرة على المقاومة مصرة على الثبات حقيقة معناميات عالية دعم محدود من قبل قيادة الشرق وقيادة العمليات بالأعتدة والأسلحة لكن هذا ليس حل المشكلة اليوم نحتاج إلى تعزيز العشار تسليح ابناء العشار تطويع ابناء هذه العشار لمسك هذا الملف في عموم المحافظة أما السبب الرئيسي أنه نحن شخصناه هناك انشغال السيطرات انشغال بعض الأجهزة الأمنية بأمور غير نطاق عملهم الأمني شغالهم بدوائر الدولة شغالهم بمراقبة السيلوات شغالهم بالسيطرات وغيرها هذا سبب جزء بسيط وهو يخلل نقول فساد جزئي في بعض مفاصل الأجهزة الأمنية وليس كلها في مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وعدم المتابعة بالجدية اثنين أنا أقول قلة القطعات الأمنية في صلاح الدين هذا هو السبب الرئيسي الذي يحتم على الأجهزة الأمنية معارجة نحن نعاني من سنتين ولحد الآن وعلى علم من القيادات القيادة المشتركة ووزارة الدفاع ومكتب السيد الرئيس الوزراء والعمليات المشتركة وعمليات صلاح الدين وسامرة ودجلة هذا الموضوع نقاتل عشائر لا نحن جيش ولا نحن شرطة ولا نحن حشد عشاء البسيطة وإسلاحها البسيط اللي هو البندقية البسيطة ولكن قاومنا على مدى هذا العامين والنصف إحنا نقاتل ونقاوم بهذا المناطق الدفاع عن أولا عنا لأرواحنا ثم عن الوطن والحياة المواطن ومناطقنا وشرق محافظة صلاح الدين ومحافظة صلاح الدين أيضا الآن بدأت بغرب صلاح الدين تحدث هذا الحوادث وأحنا ناس مشتركة وأقرباء في المناطق وإحنا عشاء الوحدة واليوم نعاني من هذا الوضع الأمين وإحنا نريد جيش اليوم يمسك المنطقة المكان هذا هو مثلث ما بين ديالة وكاركوك وصلاح الدين وهذا يشكل خطر على المحافظة وعلى بغداد وعلى أغضية وقصبات المحافظة واليوم آني من خلال أخواني وخلال المجلس اليوم تحت الفرصة ناشد السيد الرئيس إلى أنه يدامنا للموضوع يعني اليوم النساء بالعراء واليوم بشكل يومي هجمات داعش تتكرر من قرية العظيم واليوم بارك الفرحان وإلى حدود العيث والحسان ومطيبيجة الصلابخة إلى حد النعمة ومنطقة الرمث وقرية الصمود اليوم نسمينا هذا القرية قرية الصمود حتى أنه صمد وأهلها بأسلحتهم البسيطة على مدى ثلاث هجومات وهم يصدونهم فأنا أشكر قائد شرطة الصلاحة الدين وقائد عمليات المحافظة حقيقة على استجابتهم السريعة لنا ولكن لا تكفي القطاعات التي هم بحوزتهم يعني باتجاه مناطقنا يعني أكثر يعني بحدود 180 يعني بحدود 180 إلى 200 شهيد فقط من قبيلة شمر ومن العشائر الأخرى اللي هي العبيد وشرق العلام وشرق الدور حالة عدم الرد إحنا يأما أنه تتهجر المناطق يأما أنه العشائر نفزع العشائر وتفزع عشائرنا والمجاورة معنا مع شمر للرد السريع على هؤلاء الأرهاب الأرهاب كل أشكال مو فقط داعش الأرهاب جانب من كل الجوانب فاليوم إحنا نقف وأنا أقف وهذا عقالي أرمي ما أرمس عقالي إذا ما يتعرر مناطقنا اليوم ومن خلال حكومتنا المحلية والحكومة المركزية أنا ناشد السيد رئيس الوزراء اللي لا يتركنا بهذا المهزلة وحريمنا اليوم وتصيح وأطفالنا تتهجر وإحنا نقاتل يوم بعد يوم ننطي بحايا وننطي منتلكات من شعبنا فأنا ناشد كافة الخيرين بالحكومة المركزية والأمنية والدوائر الأمنية وناشدهم اليوم بالتدخل السريع لا يترك الموضوع على عمليات دجلة أو سامرة أو صلاح الدين أيضا نتريد دعم هذه العمليات وناشد الطيران طيران الجيش أين طيران الجيش من هؤلاء الشراثم التي تقتل النساء وتقتل الأطفال وتهجر المواطن فهذا الموضوع أنا أناشدكم وناشد الحكومة المركزية بهذا والتدخل ومن خلال من مجلس المحافظة رغم أنه ما يسمى للجنة الأمنية كيش لاحظ لي ولكن عندي ملف كامل ومخطط لتواجد الدواعش الأخطر في الحويجة امتدادا من حدود كاركوك محافظة كاركوك شمالا المناطق الغربية من مركز محافظة كاركوك إلى أن تصل ويتواجدون ويشاهدون يوميا ويتسوقون من الأسواق وينتشرون في كل هاليا المناطق والدولة غائبة عن هذا المناطق ولم تجرع عمليات حقيقية ولم يتم تحرير المناطق بما يسمى بمعنى التحرير ولكن لا عمليات وهؤلاء حتى وإن تمت عملية قد تتم عملية قريبة ولكن لا معنى للعملية تجرى مثل مجرات العمليات السابقة الأهم هو مسك الأرض وتحرير ما تبقى وإعادة تحرير لمناطق محافظة كاركوك خصوصا المناطق الشمالية من مركز المحافظة الحويجة نزولا إلى منطقة داقوخ والأهالي موجودين ونتقبين يوميا أجزم لك مئات وليس بعدد الأصابع هؤلاء طالما هي المناطق والجبال سلسلة جبال الحملين حوض الأعظيم الزغيتون اللي هي المناطق الآمن لهم يتواجدون فيها لا عبرة دون مسك الأرض في هذه المناطق حتى يستكمل التحرير بسبب عدم توفر قطعات ماسكة لهذه المنطقة سببت إرباق وخروقات كبيرة أبدأت إلى استشهاد مواطنين أبرياء في مناطق الملالي ومناطق السادة ووصلت بهم الحال إلى تهجير هذه المناطق مناشدات كثيرة إلى قيادة العمليات بسبب عدم توفر القطعات لدى قيادة العمليات صلاح الدين حقيقة هذه المنطقة تحتاج إلى قطعات وتحتاج إلى مسك لكونها منطقة مهمة جدا إضافة إلى المناطق الصحراوية وهي جزيرة الصينية وجزيرة بيجي تحتاج إلى قطعات أيضا خطصة وتحتاج إلى تطهير وتحرك القطعات يعني متكررة حتى لا تستطيع هذه العصابات تأمين ومسك هذه المناطق الأخر عملية التي تعرضت لها قرية الملال إلى أطنع شهيد من الأبرياء المواطنين الأبرياء إضافة إلى من عشاء الشمر أيضا تم استهدافهم وفي مناطق أخرى في منطقة جزيرة الصينية إلى أثمانية ومنطقة تكرر العملية وخطوة قضاء بيجي تم تسيير أكثر من 8000 معامل التعويض لم تستلم أكثر من 200 عائلة أو 300 عائلة من قضاء بيجي في مركز قضاء بيجي 8000 عائلة عادت مستمر العودة إلى مركز القضاء لكن نقص الخدمات الكبيرة التي هي معوق رئيسي لعودة العواء والمعاقلات والمعاقلات طبعا العمنية والخدمية